اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدوه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولى الزمان عناية بالغة مما يدل على أهميته وضرورة اغتنامه بالأعمال الصالحة النافعة حيث أقسم الحق سبحانه في القرآن بأوقات مختلفة فقد أقسم سبحانه بالفجر وأفرد له سورة سماها باسمه فقال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر وأقسم بالضحى وأفرد له سورة سماها باسمه فقال عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى كما أقسم سبحانه بالعصر وأفرد له سورة باسمه فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقسم جل وعلا بالصبح وبالليل وبالنهار حيث يقول والصبح إذا أسفر ويقول سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقد جعل الحق سبحانه مرور الزمان والأيام والسنين آية من آياته الدالة على كمال علمه وقدرته حيث يقول الحق سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه فالكون يسير وفق نظام دقيق بديع لا يتخلف ولا يضطرب حيث يقول الحق سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويقول سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويقول جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويعظم قدر الزمان وتشتد أهمية اغتنامه بما أكده القرآن العظيم من ربط أداء العبادات بأوقاتها المحددة المشروعة حيث يقول الحق سبحانه في شأن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ويقول سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويقول تعالى في شأن الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ويقول تعالى في شأن الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ويقول جل وعلا في شأن الحج الحج أشهر معلومات كما يرشدنا القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأيام والسنين الماضية والنظر في عواقب الأمم السابقة حيث يقول الحق سبحانه فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ويقول سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس ويقول تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أي بوقائع الله في الأمم السالفة ويقول الطبري رحمه الله وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم وبما كان في أيام الله من النعمة والمحنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما تحدث القرآن الكريم عن أيام الحياة الدنيا فإنه يذكرنا بأيام الآخرة لنعمل لها أحسن العمل ونستعد لها حق الاستعداد فإلى الله سبحانه المصير وإليه المرجع والمآب حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ويقول سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة ويقول تبارك وتعالى وإن يوما عند ربكك ألف سنة مما تعدون ويقول تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويقول جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فما أحوجنا إلى الوعي بقيمة الزمن والاعتبار بمرور الأيام والسنين والعمل لديننا ودنيانا لأنفسنا ولأوطاننا ففي ذلك تذكرة وعظة ودافع إلى الجد والاجتهاد واغتنام الأعمار فيما ينفع النفس والبلاد والعباد حيث يقول الحق سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه اللهم احفظ مصرنا وارفع رايتها في الناس